إن تفسير حلم الثعابين يرعب الكثير من الأشخاص الذين يحلمون بمثل هذا الحلم فإن رؤية الحقيقية في المنام تكون واضحة بإحداث مفهومه يسهل تذكرها بعد الاستيقاظ من النوم دون نسيان لتفاصيلها وعنى لرؤية للصادقة صلى الله عليه وسلم أصدقهم رؤية أصدقهم حديثا أي إن للرؤية للصادقة تكون بقدر صدقة واستقامة صاحبها في الدنيا حلم الثعابين يدل على العداوة من الأهل والأزواج والأولاد وجارا حسودا شريرا ثعبان الماء هو عون للظالم ومن رأى أنه ملك ثعبانا فإنه يصيب سلطانا عظيما وفي العموم ترمز الثعابين في المنام إلى الشر والعدوان والخداع رؤية الثعبان في المنام يمكن أن تشير إلى وجود شخص حسد أو شرير في حياة للرأي يتحدث أيضا باختلاف لون للثعبان فالثعبان ألي أسود خطر وتهديد يواجه الحالم والثعبان الأخضر مشاعر غيره وحسد والثعبان الأصفر مشاعر خوف وقلق أما الثعبان الأبيض فهو جاه ومنصب يناله الرأي ومن رأى في منامه ثعبان إليه فهذا يدل على أن هناك شخصا يراقبه ويتربص به ومن رأى ثعبان يلتث حول جسده فهذا يدل على أن هناك شخصا يحاول السيطرة على الحلم ومن شعر بلدغة للثعبان في الحلم فهي دلالة على الخيانة أو الغضب من شخص قريب وفي جميع الأحوال يجب عدم التفكير في حلم الثعابين أو تغيير طريقه التفكير فيه على اعتباره رمزا للقوة والشجاعة بدلا من الشر اشتركوا في القناة